مكملين كلامنا عن قصة حب فايزة أحمد ومحمد سلطان مع الكاتب الصحفي بأستاذ حمدين حجاج هنتكلم مع حضرتك عن قصة الحب بقى أنا عايزة أعرف بقى اتقابله إزاي حصل إيه اللقاء الأول عارفوا على طول من أول لقاء أن هم هيكونوا مع بعض وحبوا بعض وستلطفوا بعض وللموضوعك إزاي يعني بداية اللقاء الأول كان في بيت الموسيقر العظيم فريد الأطرش هو كان دائما متعود أنه بيعمل احتفالات كبيرة بيدم فيها الفنانين والفنانات وبيجتمع كان في الوقت ده كانت فايزة نقدر نورنا تحققت وبقت فايزة أحمد كان لسه محمد سلطان بيبتدي خطواته في عالم التمثيل لأنه ابتدى من التمثيل الأول قبل ما يروح للغناء فكان مدعو على الحفلة وهو كان جايب بدلة كده شبابي لبسها في الحفلة فشفيته فايزة على طول هي حباته من أهول بشفيته فبتسألته راحت جنب وقالت له حضرتك طيار قال لا لا مش طيار قالت له لا بس شكلك بقول لنك طيار قال لا خلاص طيار طيار فساعة تجي فريد الأطرش لقت سهم الحب في عم فايزة فقال لا لا ده فنان جديد بدئ معنا واسمه محمد سلطان قال طبعا عايزة أعمله فيلم وانتجهوله يعني قال لا خلاص ماشي أنا موافق وبعدها عدى سنة على اللقاء ده قبلته في منازبة تانية فأول ما شفيته على طول يعني خلاص بقى ترجيت انت في حاجة ولازم أن أنا بحبك لما قبلته قلت له أنا مش اديتك رقم وقلت لك تواصل معي قال لا نسيت يعني وبتاع التبخض رقمي ولازم أن تكلم في الوقت ده كان الموسيقر محمد سلطان بيقضل صيف مع عيلته في اسكندرية كانت فيه مطربة سورية أو مطربة لبنانية اسمها رويدة عدنان كانت تعفل موسيقر محمد سلطان كلمته وفي اسكندرية قلت له تعالي حالا عايزك في شغل وقيدة وتفاصيل هو فورا على طول رجع من اسكندرية على القاهرة وما عرفش فيه ايه أول ما شفيت قلت له ايه رأيك في فنان فايزة أحمد قال لها فإن أنا عظيمة وصوتها جميل وأنا بحب قلت له لا بسألش عليها فإن أنا بسألك عليها إنسانية قال لها والله شكلها مش بطل قوي بس أنا هي طيبة يعني فقامت مكلمة فايزة على التلفون يعني ما عرفش إذا كان دفخ بقى يعني أنا حاولت أستنتق الموسيقر محمد سلطان قال لي بقى أقرأها أنت زي ما تقرأها يعني سأقف تصلت بفايزة تعرفي مين عندي ما تعرفش قلت له محمد سلطان فقلت له يا حليفي قلت له طبحتي وعندي وتعالي خلت وراحت بنتها في المهندسين قبلته وقعدوا دردشم وكانت عايزة تعمل صار قال لها أنا مرتبط بحفل عيد ميلاد للصديق لي في مصر الجديدة وهبطار أن أنا أستأذن يعني قلت له لا لا لازم أننا نذهب في الكازينو هنا على جنب كورنيش ومحتاجين نتقابل ونتكلم قال لها طب أنا أخلص وهكي فضلت مستنية فعلا ورجع لها أول ما شفيته يعني هو بيوصف بيقول أكن للشمس طلعت على وش فايزة من كتر السعادة بقى إن هو رجع لها تاني في الوقت ده وهي وزعت بقى بطريقة لطيفة كده زملتها روايدة وعليتها وقيت له أتعالي نمشي عالكنيش ندندن ونغني دندن ونغني وقيت له وقيت له وقيت له سمعني بعض ألحانك سمعتها قيت له طب روح بكرة عشان الإزاعة علشان يعتمدوك وكده وتبتدي تغنيلي جيلي الموسيقر محمد حسن الشجاعي أول ما شافه قال له أنت بقى اللي فايزة بتحبك ومكتنعة بيك قال له لأ مكتنعة بس ما بتحبنيش قال له تعرفت يعني تحذف فعزف قدامه الموشحات فقال له لأ ده أنت هيجي منك وبتعبس مش هتشتغل مع فايزة أنا هشوف لك أي مطربة تانية هتشتغل معه قال له أنا لا يهمني فلوس ولا يهمني شغر أنا بحب الفن وطول عمري شغال وتجي الوقت أن أشتغل مع حد كبير وأنا حابب أن أنا أشتغل مع فايزة كان بدايات ظهور الكاتب والمؤلف العظيم الأستاذ محمد حمزة كتب أغنية أمر يا أمر أمرك ماشي وكأنه بيلخص قصة الحب ما بين فايزة وما بين سلطان ما بين سلطان